التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم التقى وزير الخارجية سامح شكري مع سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وذلك خلال زيارة شكر الحالية للعاصمة موسكو تناول اللقاء أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وسبلا دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين حيث أتمت الإشادة بتاريخ العلاقات الروسية المصرية بما يشكل ركزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر وأبرزها محطة الضبع للطاقة الناوية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الأمريكي كابين مكارثي في مبنى الكابيتل بو واشنطن بحث الملك عبد الله الثاني المستجدات الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية إذ جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاهها ورفضه للإجراءات الأحادية وضرورة وقف التصعيد كما بحث مساعد توصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة إضافة إلى التعاون في جهود الحرب على الإرهاب هذا ومن المقرر أن يلتقي الملك عبد الله الثاني برئيس جو بايدن في البيت الأبيض الخميس كما سيلتقي أعضاء اللجان الرئيسية بالكونغرس أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية حيث يمتلك العراق الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن تجاه أي تهديد وقال السوداني أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للعراق مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي الحالي بالعراق يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة في إطار قانوني أعلن وزير البيوش الفرنسي سباستيان لكورنو أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ 12 مدفعا إضافيا من نوع سيزار تضاف إلى 18 قطعة سبقت وسلمتها باريس لكييف وخلال مؤتمر صحفي مع نظره الأوكراني أولاكسي ريزينكوف أوضح لكورنو أن هذه المدافع متوسطة المدى ستمول في إطار صندوق الدعم الذي أنشأته فرنسا وتبلغ قيمته 200 مليون يورو أكد رئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني في طلبات كييف الحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا هذا وقد حقق الغربيون مستوى جديدا على صعيد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا بعدما أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة أنهما ستسلمان دبابات ثقيلة لكييف عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته أكسن موبيل العام الماضي والبالغ 56 مليار دولار وهو رقم تاريخي لقطع النفط الغربي بالأكمل من المتوقع أن تحطم شركة النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب مما يرفع أرباحها مجتمعا إلى قرب 200 مليار دولار واكتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطع النفط وأثار دعوات لدول عدة بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات أقرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن مشروع تعديل نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا لكنها أكدت حرصها على سماع تلك تساؤلات وأوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية أن النقاش البرلماني بدأ حول هذا المشروع المثير للجدل وجاءت تصريحات بورن في أول رد فعل لها بعد أن شهدت البلاد مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بالتعبئة الحاشدة شاركت فيها النقادة العمالية الأساثية الثمانية نهاية مجاز التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل شكرا